أهلا بكم من جديد أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة كتابا جديدا تحت عنوان الضحايا الصامتون إيران وعسكرة الأطفال في الشرق الأوسط للبحثين في المعهد أحمد الميموني وسعد الشهران يستعرض الكتاب الذي جاء في 6 فصول من 150 صفحة ظاهرة تجنيد الأطفال في كل من سوريا والعراق واللبنان واليمن من قبل إيران وأساليب تجنيدهم والمؤسسات أيضا قائمة على تبني فكر التجنيد كأحدى وسائل النظام الإيراني لترسيخ سيطرته على هذه الدول نتابع التقرير التالي من اعتاد على الإجرام بحق الأطفال قتلا وتنكيلا ليس عاجزا عن الإجرام بحقهم تجنيدا هي إيران ونظامها الذي عرفته الشعوب العربية كفيروس صعبت مكافحته المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة يصدر كتابا جديدا تحت عنوان الضحايا الصامتون إيران وعسكرة الأطفال في الشرق الأوسط يستعرض الكتاب ظاهرة تجنيد الأطفال في كل من سوريا والعراق واللبنان واليمن من قبل إيران وأساليب تجنيدهم والمؤسسات القائمة على تبني فكر التجنيد كأحدى وسائل النظام الإيراني لترسيخ سيطرته على هذه الدول يتابع الكتاب في سرد تفاصيل الجريمة فيشير إلى ما تسببت به عمليات التجنيد من إصابة للأطفال بأعراض نفسية وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع المدني ما يضطرهم إلى انتهاج العنف واللجوء إلى الأساليب المتطرفة مستعرضا شهادات من المتضررين أنفسهم وذويهم عن المآسي التي تعرضوا لها ليتجاوز النظام الإيراني بذلك انتهاكات قصد وتنظيم الدولة بحق الأطفال يركز كتاب الضحايا الصامتون على ما ترتكبه الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية من ازدج بالأطفال في صراعات عسكرية غالبا ما تأتي نتائجها بتعريضهم للقتل أو الإصابات والعمل ضد مصالح أوطانهم وتدمير مستقبلهم ويتحدث أيضا عن استخدام إيران لحزب الله بوصفه إحدى الأدوات لتجنيد أطفال لبنان ثم ختم المؤلفون رسالتهم بالحديث عن آثار تجنيد الأطفال في ظل القانون الدولي مستعرضين قرارات القانون الدولي بتجريم تجنيد الأطفال وجهود حمايتهم لكن كما هو المعتاد لا تعرف إيران وأذرعها من القانون الدولي سوى اسمه وهو أيضا أي القانون الدولي بات شبيها بالدستور السوري حبرا على ورق يقتصر تأثيره على بيانات تنديد تنتهي صلاحيتها مع نهاية نقل الصحافة لخبر التنديد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي سامر العاني من غازي عنتاب أهلا بك سامر وأيضا أحمد علي الميموني مدير الدراسات والبحوث في المركز الدولي للدراسات الإيرانية رصانة من الرياض أهلا بك بداية معك أستاذ أحمد حدثنا أكثر عن المركز الدولي للدراسات الإيرانية ماذا يقدم وأيضا حدثنا عن نفسك أستاذ أحمد وعن سعد الشهران بسم الله الرحمن الرحيم وأمس عليكم بالخير وشاكر لكم من اهتمام أهلا بك والاستضافة الحقيقة سعيدين لأن هناك من يهتم بهمنا وأحنا منطلقاتنا هي منطلقات إنسانية وأخلاقية لرصد ما يدور في بلادنا العربية وتحديدا في هذا المنتج ما يتعلق بمحاولة المحافظة على براءة الأطفال من الاستغلال في العمليات العسكرية تماشي مع سؤالك يا خل كريم المركز الدولي للدراسات الإيرانية هو أحد المراكز الرائدة في المملكة وفي منطقة الشرق الأوساط والعالم وهو مركز بفضل لا مصنف وله من اسمه نصيب المركز مسمى رصانة وهو يهدف إلى تقديم دراسات رصينة يعني توثق الأحداث وتحللها بشكل يتزامن مع حدوثها ونظرتها المستقبلية ولدينا إصدارات تتعلق بكل الأنشطة الإيرانية سواء في الداخل الإيراني أو في منطقتنا العربية أو في التفاعلات مع الدول ولدينا تقارير وموقع إلكتروني حيوي يرتاده الكثير وأصبحنا بفضل لا مصدر للكثير من المعلومات التي نرى أنها ترفد المعلومة الصحيحة وتوثق ما يحدث بشكل خلال جميل لنتحدث عن مؤلفي الكتاب حضرتك أستاذ أحمد وسعد الشهران حدثنا أكثر عنكم أنا شخصيا ضابط متقاعد من المشقوبات المسلحة برتبة رواة وانضميت المعهد بعد قترة تقاعد لمحاولة إضفاء نوعا من الإضافة في عمل المركز فيما يغطي أجزاء معينة تتعلق بالنواحي الأمنية وزميل الأستاذ سعد هو متخصص في الإنشان الفارسي ويتحدث اللغة الفارسية يعني يعنى بكثير من المرفات التي نحرص دائما على أنها تكون تتكامل أوجه تغطيتها بمختصين من جميع الجهات فكان تواجدنا في إعداد هذا الكتاب يعني التكامل في جزئتين مهمتين وهي ما يتعلق باستكمال النواحي الأمنية والعسكرية واستكمال ما نرصده في داخل إيراني من تفاعلات لهذا الموضوع طب سيد أحمد قبل الخوض في تفاصيل الكتاب وفكرة الكتاب يعني هل هناك في المركز شخصيات إيرانية أم هم فقط مهتمين بالشأن الفارسي سعادة رئيس المركز هو هو مؤسس ورئيس المركز هو متخصص في الشأن الإيراني وهو أنشط طوباء طويل في التعامل مع الشأن الإيراني ولدينا متخصصين في الشأن الإيراني ويتحدثون اللغة الفارسية ولدينا تاريخ الحمد لله حافل بتزويد الجهات المعنية بدورات في اللغة الفارسية ومتابعة ما أحدث في الساحة الفارسية ولا نرتجي العمل بل عمل مؤسسي قائم وكما سلفت سابقا هو مركزنا مصنف دوليا ولله الحمد كيف بدأت مشروع هذا الكتاب وكيف كانت آلية الحصول على المصادر بداية فكرة الكتاب كانت خلال ثلاث سنوات الماضية مما اجتداد المعارك في سوريا والعراق واليمن وبداية الحديث عن فوضى في العمليات العسكرية وفي الموليشيات التي تنتشر بشكل أصبح يمتهن حقوق الناس وبدون التزام بضوابط أخلاقية أو نظامية دولية وفي غفلة أو غض النظر ربما من المجتمع الدولي في تطبيق الأنظمة والقوانين بما يحفظ للناس حقوقهم ويحفظ لهذا الجيل حقوقه المستقبل نعم أستاذ سامر ظهرت تجنيد الأطفال في كل من سوريا والعراق واللبنان وحتى اليمن هل من قبل إيران هل أصبحت ظاهرة فعلا؟ وشو الأساليب العمية تتبعوها؟ نعم في بداية تحية لكم ولضيفكم الدكتور اللواء أحمد يعني صحيح ما قاله يعني هو شكر شكركم على اهتمامكم بهمهم وأنا أقول أن الهم العربي وهم دول الربيع العربي مشترك وهو مواجهة المشروع الإيراني هذا المشروع ذو الدوافع السياسية والديولوجية أنا أحدثك الآن على اعتبار ابن مدينة تحتل نصفها إيران ونصفها الآخر تحتلها مجلس شبيدة المرتبطة بشكل أو بآخر بإيران يعني حقيقة ظاهرة تجنيد الأطفال أصبحت منتشرة يعني يشاهدها العيان يشاهدها العامة في مقرات الإيرانية على الحواجز الإيرانية في كل مكان هذه الظاهرة بدأت يعني بعد الحرب أو منذ تولي ثورة إيران الحكم المسألة بدأت بإنشاء معاهد ومراكز حتى مدارس يعني باسيج التلاميذ مدرسة باسيج التلاميذ التي أشاد بها علي خامنائي وأشاد بها وزير التربية الإيراني السابق وقال أنه لدينا 14 مليون طالب هؤلاء هم جنود لإيران يعني كانت إشارة واضحة هذه المدرسة على فكرة هذه المدرسة اسمها شبيه باسم قوات الباسيج التابعة للإيرانيين وبالتالي هذه الفكرة هي فكرة قديمة لإيران استثمروا هذه الفكرة بعد ثورات الربيع العربي أصبحت واضحة بشكل أكبر من خلال إرسال الأطفال إما إرسال الأطفال من إيران إلى هذه الدول وخصوصا أنا أتحدث عن سوريا مثلا كنموذج وتجنيد الأطفال المحليين في الداخل السوري فعلى سبيل المثال أنا أتحدث في دير الزور التي تعتبر مركز الثقل الإيراني والمدينة المجاورة أو المحاذية للحدود العراقية هذه المدينة يوجد فيها إلى الآن يوجد فيها 14 مركز تجنيد فقط للأطفال يوجد فيها مراكز تدريب الأطفال في المياذين في البوكمال في مدينة دير الزور نفسها في الريف الغربي أيضا هناك مدرسة أنا أتحدث عن الريف المتصل بمدينة الرقة أيضا هناك مدرسة ومركز للتجنيد الأطفال هؤلاء الأطفال أصبحوا بمثابة المعيل لأسرهم على اعتبار أن الكثير من الأسر في دير الزور يعني لا يوجد لديها معيل لا يوجد لديها وهم يستغلوا وضع مادي مرتاح عم يستغلوا نقطة المادية والعوز المادي لبعض العائلات وعم يدفعوا مصالي للأطفال مقابل هذا الموضوع اليوم الطفل يقبض 90 ألف ليرة سورية 90 ألف ليرة سورية والآن أتت عليها يعني هي ضعف راتب الموظف في سوريا ضعف راتب المعلم ضعف راتب الممرض ضعف راتب أي موظف في سوريا وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال أصبحوا بمثابة المعيلين وأصبحوا هم الأداة الضاربة حتى داخل العائلة وهذا أمر خطير جدا أتحدث أيضا عن المركز الثقافي الإيراني بدير الزور المركز الثقافي الإيراني في ظاهره مركز الثقافي لكن في باطنه مثلا ممنوع أن توزع أي كتب في المدارس إلا من خلال المركز الثقافي الإيراني وهذه الكتب مؤدلجة هذه الكتب تبث السموم الإيرانية في المدارس فهذا يعني أن المركز الثقافي الإيراني شريك في تنشئة هؤلاء الطلاب تنشئة عسكرية تنشئة اوديولوجية يعني يتم تجنيد الأطفال بأكثر بأكثر من طريق وأيضا غايات معينة تستخدمها إيران اليوم في سوريا وأيضا كما ذكرنا في العراق والإيران وبدعم أيضا من قبل ميليشيات موالية لها سأعود إليك سيد سامر يعني سيد أحمد ذكر الأستاذ سامر عدة تفاصيل عن الألية التي تتبعها إيران في تجنيد الأطفال هل الكتاب دخل في كل هذه التفاصيل أم حمل فقط الطابع الإنساني كونه أحد فصوله يمكن هو عسكرة الأبرياء أو حمل هذا الاسم أو تحية للأخ سامر وهو تطرق إلى أمور عدة وكأنه قرأ الكتاب حقيقة تطرقنا إلى هذه الأمور من واقع سؤالنا أنفسنا هل هذه فعلا هي ظاهرة وهل هناك دور إيراني واضح هذا كان أحد المحاور التي افترضناها في البداية وبدأنا نبحث فيها لكي نتحقق من أن معلوماتنا مبنية على افتراضات صحيحة ما يحدث في قوات البسيج أو بسيج التلاميذ وتجنيدهم في إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية وجدنا آثارها ممتدة في جميع المناطق التي تدعم إيران فيها الميليشيات وجدنا نفس الأدبيات نفس الشعارات نفس الطرق وأساليب التجنيد منها كما تحدث الأستاذ سامر بخصوص دعم المجندين أو رواتب المجندين وسواء دعم أو أخذهم بالترهيب لهم ولدويهم وفي اليمن كذلك وصلت نفس الأمور وكان الندوة التي عقدها لمعهد الدولي للدراسات الإيرانية لتدشين الكتاب كان معالي وزير الإعلام اليمني حاضر وتحدث عن نفس الأفكار وما يحدث حاليا في عملية أدلجة المجتمع أو بناء المجتمع اليمني الشباب العام الماضي عقدت دورات ضمت أكثر من 620 ألف طالب يمني جرى أدلجتهم وزرع مفاهيم معينة في أدهانهم تحت شراب السفير الإيراني لدى الميليشيات المطيئة أستاذ أحمد في نقطة أيضا هناك نقطة مهمة جدا أيضا ذكرت في الكتاب وهي ما تسببت به عمليات التجنيد من إصابة الأطفال بأمراض نفسية وبأنهم غير قادرين على متابعة حياتهم أو العودة للتكيف مع المجتمع المدني حدثنا عن هذه النقطة التي ذكرت في الكتاب هذه كانت جزء من أهدافنا أن نتحقق من أنه طبعا هي الهجمة تستهدف أجيال المستقبل ننظر للأثر الإيراني أنه أثر متعدي لا يقتصر فقط على فترة حالية بل يمتد إلى عقود قادمة الأطفال المجندين أو الأطفال المودلجين حاليا سوف يستمر أثرهم في مجتمعاتهم لـ 20 أو 30 سنة القادمة ولذلك نرى أن أثرها متعدي أيضا من خلال خبرتنا في قوات المشتركة في قوات التحالف لعادة الشرعية في اليمن في وحدة حماية الأطفال الذين يتم القبض عليهم مع مليشة الحوثي ويتم إدخالهم في برامج عادة تأهيل كانت النتائج مروعة جدا كانت تعرضون وكان يظهر عليهم أثار أثار نفسية وانفصام الشخصية وخوف وهلع وأثار الإسمانية حتى الموضوع التبول الأيرادي من أثار الصدمة وأثار الخوف من جراء تعرضهم للخوف في الليل وفي تحت القصف وكذا يتعرضون لألام وصدمات نفسية لا يستطيع الطفل المجند تحمل أثارها وبالتالي يدخل في حالة نفسية يصعب علاجها وينتعالج منها فيصبح شخص غير سوي للتعامل مع المجتمع المستقبل أعسى عود إليك سيد أحمد أستاذ سامري عنيم ختم الكتاب فصوله بآثار تجنيد الأطفال في ظل القانون الدولي هناك اليوم العديد من الانتقاضات الدولية ضد إيران ودعمها أيضا لميليشياتها في لبنان ومنها جماعة الحزب في تجنيد الأطفال هل سيكون هناك جدوى أو محاسبة دولية على ما تتبعه إيران أو هو الكتاب أو تلك الدراسات التي تصدر هي مجرد لفة أنظار لمنظمات حماية حقوق الإنسان والأطفال يعني أنا باعتقادي أولا أن هذا الكتاب يعتبر وثيقة هامة يجب أن تطلع عليه المنظمات الدولية المنظمات الإنسانية على اعتبار أنا أعتقد أنه لو نظرنا إلى هذا الكتاب فهذا الكتاب يرك على الجانب الإنساني أكثر من الجانب السياسي والأوديولوجي وبالتالي نحن نتحدث عن الأطفال من الناحية الإنسانية بمعنى مثلا في عام 2017 منظمة هيومان رايس ووتش اتهمت إيران بتقرير مطول حول تجنيد الأطفال اللاجئين أطفال الأفغانيين بالميليشيا فاطميون وإرسالهم إلى سوريا لحماية الأضرحة والمزارات الشيعية هؤلاء الأطفال عندما أتوا من اللجوء إلى ميليشيات وأعطوا صلاحيات هؤلاء الأطفال حتى هذا الأمر يؤثر على نفسياتهم يؤثر على سلوكهم يؤثر على هذه من ناحية فأنا أتحدث هنا عن ناحية الإنسانية وأعتقد أن هذا الكتاب تناول الناحية الإنسانية وركز عليها بشكل أكبر المسألة الثانية أريد أن أتحدث أن تجنيد الأطفال بهذه الطريقة وأرسالهم إلى سوريا هو الضرب أساسا لعمق المجتمع ضرب للعادات والتقاليد التي نشأ عليها هذا المجتمع ونشأت عليها هذه المناطق فهذا يعني أنهم يحدثون تغيير في داخل المجتمع والتصدع في البنية الاجتماعية الداخلية للمنطقة وهذا أيضا أمر خطير جدا جدا يعني أعتقد أن الجميع تناول هذه المسألة اليوم أقول أن هذه المسألة لا تخص فقط الدول لا تخص المكونات السياسية لا تخص إنما تخص بالدرجة الأولى المنظمات العاملة على الشأن الإنساني على اعتبار أن هذا الأمر هو كما أسلفت إنساني بالدرجة الأولى وبالتالي يجب أن نتحدث جميعنا نحو هذه المسألة من هذه الناحية بأي حق تغير إيران تكوين طلاب النفسي داخل المدارس بأي حق تبث سمومها من خلال كتب توزع لأبناء هذه المنطقة والطلاب هذه المنطقة اليوم هناك تمرد من الأطفال على أهلهم بناء على ما تبثه إيران من سمومها في عقول الطلاب أيضا المسألة الأخرى يمنع مثلا يمنع أن يكون هناك أي احتفال أو نشاط بأي مناسبة عيد الأم أو المناسبات الأخرى يمنع أن تكون هذه النشاطات فردية خلال المدارس يجب أن تكون هذه النشاطات حصرا عن طريق وبإدارة المراكز الثقافية الإيرانية وهذا قانون موجود الآن في سوريا موجود في حمص ودير الزور وفي كل مناطق النظام فالمراكز الإيرانية هي المسؤولة عن هذا ماذا يجري داخل هذه الاحتفالات ما هي المطويات التي توزع ما هي الأفلام التي تعرض على الشاشات الكبيرة يعني شاشات تلفزة وغير السينمائية كل ما يعرض هو يسعى لتغيير فكر وبنية أبناء المنطقة هؤلاء الأطفال وبالتالي أيضا هذا أمر خطير وخطير جدا طبعا نحن نتحدث اليوم عن الأطفال ولا مجال للتحدث عن الأمور الأخرى عن السيطرة على العقارات وعلى الأراضي على السجل المدني عن موضوع التجنيس بالمناسبة التقرير تهم إدخال الأطفال في عام 2017 الأطفال كانوا بسن الخامسة عشر والسادسة عشر اليوم هؤلاء الأطفال التي تحدثنا عنهم هم يعني تعدوا السن الثمانية عشر وبالتالي هؤلاء أصبح بالإمكان تجنيسهم في سوريا وهذا يعني أن الجنسيات الأخرى أصبحت تجنس على أساس طائفي ومثل وهذا أيضا وخطورة أخرى اسمح لي بس أختم مع موضوع آخر أنا أتحدث لكن مرتبط بالأطفال أستاذ سامر تدركنا الوقت في عام الثامنة الخامسة عشر واليوم تدركنا الوقت للأسف اسمح لي أختم مع الأستاذ أحمد يعني حدثنا عن خلاصة الكتاب وما النتائج التي خلص إليها كيف يمكن تخليص هؤلاء الأطفال ما دور الأهالي بهذا الموضوع الأخ الكريم تسألت سؤال كبير جدا والأخ سامر لخص كثير من الآثار الحادثة نتيجة تغول الميليشيات هذه في البلدان العربية ولا شك أنه أنا ذكرت سابقا أنه أثر متعدي لإيران والكلمة عنها تماما أنه إيران لا تقتصر على يعني الوضع الحالي والحرب الحالية وتعمل الميليشيات الحالية لكن تستهدف اقتصاديا ايديولوجيا ثقافيا سم ما شئت من أثار متعدية وتحتاج إلى يعني عدة كتب للتحدث عن هذا الموضوع ولذلك الكتاب حاولنا نختصره في التطرق إلى جزئيات لعلها تصل إلى من يعيها وهي نداء إلى الأحياء بالانتباه لهذه الفئة من الناس ونعتزم بحول الله يعني بدعم من رئاسة المعهد المواصلة في هذا المسعى لطارق عدة أوجه للتطرق لهذا الموضوع وآثاره المستقبلية لأنه الهدف هو الأساس للشعوب بنية الشعوب الأساسية وهي شبابها ولذلك أثارها سيستمر لفترات طويلة وينبغي علينا جميعا أن نتظاهر ولذا نتظاهر ونؤكد على جهد يجمعنا للتصدي لهذه الظاهرة ولذلك المعهد أقام احتفالية للتدشين ليس لغارة الاحتفالية لأن المعهد عندنا منتجات كبيرة وهم نتمنى أكيد سيد أحمد أن يصل الكتاب إلى الهدف المرجو منه كما ذكرت وأن يكون مصدر توثيقي لقلب الطاولة على ما تقوم به إيران في دول الشرق المتوسط شكرا جزيلا لك أحمد علي الميموني ومبارك إصدار الكتاب مدير الدراسات والبحث في المركز الدولي للدراسات الإيرانية رسالة نكتب معنا من الرياض شكرا جزيلا لوجودك معنا وأيضا شكر موصول لسامر العاني الصحفي كنت معنا من غازي عنتاب شكرا لكم شكرا لكم